في اشعة جماعة طلعت المبارح كانت بخصوص ابو الهول ابو الهول بقاله سبع تلاف سنة قاعد ومستقنيس ومزبط الدنيا والدنيا زبادي في الخلط معايا وما بيشتكيش من اي حاجة ولا بيفتح بقل قاعد كده محترم ما بيتكلمش وما بيقزيش حد وما حدش بيدر ولا حد بيقزيش لغاية ما جيه في موقتي من النهاردة بعد ما قاعد سبع تلاف صاحي كده وبتاعه بيرائب مصر وبيحرص مصر فجئنا لقينا ان انبارح صدرت طلعت صور على السوشيال ميديا ان ابو الهول ناما طبعا دي قشاع محدش يصدق يا جماعة الكلام ده الكلام ده الكلام فارغ اوه ابو الهول ما نام شو على حاجة يا جماعة ابو الهول كان محبط ومكتئب شاف ان نهار النيل خلاص ما بقاش فيه نهار النيل شاف الجنيه وصل لغاية فين نزل خلاص اخد غطس غرق غرق مش غطس ده غرق خلاص شايف الاوضاع في مصر بقيت زي الزفر الناس مش لقيا تاكل الاوضاع بقيت خلاص بقيت في الحديد حتى اللي كان عنده الحديدة بحة ما بقاش يعني حتى المصير ما بقاش معهم الحديدة كمان يعني فالدنيا تضمرت فعشان كده انت عارفت لما تحبط لما واحد كده يحبتك ويدمر نفسيتك انت بتعمل ايه بيتروح جاي ما غمد عنيك كده وعمل يعز زراسك كده وتقول حاسبي يع sunrise 운데 هو ده بالزبط اللي عمل وهو غمد عايناه المرات الجاي هيا يهزي راسه كده هتشوفوه المرات جاي هيعمل كده هو هيقول حاسبي الله وين kleiner propagate فهو ده الوضع فهو بناء ادم، هو Anyways انا عارفين كلنا ان راسه وراس بناء ادم فمعناها ايه light بيحس بيحس وبيفهم بيكتائب وبيحبطوه ونفسيته بتتدمر وده اللي حصل له نفسيته اتدمرت واحبط واكتائب وغالبا غالبا واكيد وهو دلوقتي وهو مغمض عني دلوقتي تمام زمانه بيفكر دلوقتي انه يهاجر برا مصر واكيد هو بيفكر يهاجر برا مصر او او انه بيفكر ازاي بقى لعنة لعنة الفرعنة بقى احنا كلنا عارفين لعنة الفرعنة دي بقى مش لعنة الفرد لعنة بالهوت يعني ام بقى لعنة الفرعنة دي وقال لها حاجة جنبية يعني حاجة كده ايه زي اه مدغ البان كده جنبية تبا فهو غالبا دلوقتي بيفكر بقى يحل لعنته ويحل غضبه وصخته على مش هول المصريين على اللي مسك على السيسي بقى واللي حاوليه والشيلا اللي حاوليه فواضح كده ان هو ياما بيفكر في لعنة تيجيهم كلهم يلعنهم كلهم ويدمرهم ويا رب ده يحصل لا يا اما بيفكر انه يهجر برا مصر خلاص واحبط واكتأب وما فيش امل في البلد فخلاص هيمشي برا مصر كلها فالله اعلم هو بيفكر في ايه دلوقتي وهيعمل ايه الفترة الجاية فبكرة هنشوف يلا